يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كورسان وحضراتكم طيبين أيد فتر مبارك إن شاء الله على الجميع النهاردة الأهلي ينجو من الهزيمة والإسماعيلي يواصل للسقوط والاتحاد السكندري مع الكابتن عماد النحاس وحقق أول فوز لي مع الكابتن عماد الأهلي قدام سيرامية كلوبترة أداء هزيل أداء مش جيد أداء هو سلسلة من الأداء اللي بيقدمه النادي الأهلي بمستوى غير مرضي في معظم المباريات الأخيرة اليوم الأهلي تعادل مع سيرامية كلوبترة وكان سيرامية كلوبترة على وشك الفوز هدف لباس المرسي البديل باس المرسي في الديئة 87 وتعادل لمحمد مجدي أفشا في الديئة 101 دي 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد طبعا لجوء للفار وكالعادة بنقعد عند الفار كتير جدا بنقعد وقت طويل جدا فبنضيع وقت كتير جدا فالنهاردة الأهلي تعادل مع سيرامية كلوبترة بس نقف شوية ونتكلم النهاردة ما بدأين كده الكابتن هيسم شعبان عمل مباراة محترمة جدا قدام النادي الأهلي دافع بشكل قوي جدا عارف ينظم دفاعه بشكل محترم جدا النادي الأهلي ما كانش عنده حلول في مباراة اليوم صحيح فرصة 2-3 فيه فرصة تشتمر رائحة الخطورة فيه فرصة كانت مؤكدة بس عدد الفرص اللي صنعها على النادي الأهلي قدام مرمى سيرامية كلوبترة مش كتير عمل عمل لم يختبر بشكل ضخم فأكيد النجاح للكابتن هيسم شعبان فبهنية على التعادل اللي كان ممكن يبقى فوز كمان والسيرامية كلوبترة في المباراة الأخيرة بيقدم مباراة جيدة جدا عكس بداية الموسم اللي كان فيه بعض السعود والهبوط فيه النتائج أما النادي الأهلي وبيتسو موسيماني تحديدا اللي بقى فيه علامات استفهام كتير قوي على إدارته للمباراة تشكيله للمباراة نتائج النادي الأهلي معاه مستوى اللعب معاه وعايزة نظم الكلام عشان أنا فاهم انه فيه ناس يا إما وغده أقصى الشرق يا إما وغده أقصى الغرب مفيش حد أو يعني قليلين اللي بيتكلموا في النص أنا هبقى من اللي موجودين في النص دور بيتسو موسيماني أكيد مدير فني ناجح مش بس عشان أرقامه وبطولاته كثيرة مع النادي الأهلي لا مش بس عشان كده عشان هو فعلا مدرب ناجح مدرب جيد بيقدر يدير مباراة بيقدر يحط خطة بيقدر يبقى عنده شوية تركات في المباريات بتقدر تشوفها تمام فموسيماني أنت ما ينفعش تختلف عليه مش منطق لا على مستوى النتائج ولا حتى على مستوى إداراته للمباريات السابقة مش باتكلم على المباريات الأخيرة للنادي الأهلي وبالتالي احنا ممكن نتكلم على فترة هي فترة هبوط مستوى في بيتسو موسيماني زي فترة هبوط مستوى مثلا كان محمد مجد يحفش زي فترة هبوط مستوى محمد شريف زي فترة هبوط مستوى ممكن يتعرض لها محمد صلاح أو كريستان رونالد أو ليونين مصر أو جوارديولا أو مورينيو أو كلوب أو أنشلوت اللي يكسب النهاردة الدولة الأسباني أول مدرب في التاريخ لقب الدوري في الخمس دوريات الكبرى هنيجي على ريال مدريد بس كل الناس بتمر بهبوط مستوى الفكرة فين بقى أو اللي مدايق جماهين النادي الأهلي إيه أو اللي مدايق الملاحظين أو اللي شايفين أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة والنادي الأهلي رايح ليه منافسة في منطق القوة في دور أبطال أفريقيا نصف نهاية دور الأبطال قدام مفاقص طيف فاحنا علانين عن النادي الأهلي ممثلنا ممثل مصر فنقول رأينا نقول رأينا في الأداء زي أي حد بيحب الكرة مشجع إعلامي محلل أي حد بيحب الكرة يقول رأيه الأداء مش حلو أداء النادي الأهلي في الفترات الأخيرة مش حلو حتى لو كان في بعض المباراة اللي كان النادي الأهلي بيقدم فيها شكل مش حلو وكان بيكسب كان بنقول الشكل مش حلو ما هو أنت مش ممكن طول ما أنت بتقدم شكل مش حلو هتكسب على طول الخط على فكرة حد ممكن يقولك إيه ما هو فرصة حسين الشحات لو كانت جات كنتش هتقوله كده أو فرصة بيرسي تاول اللي في بداية الشهر التاني لو كانت ده خليد ما كنتش هتقول كده دفعية أو هجومية بس فريق وقف على رجله مش هزين مش فريق سيء يقدر أي منافس هتلاعب به أو هو حتى ما يقدرش يوصل للجوم بيوصل للجوم بس انهاء الفرص بشكل خاطئ دي مسئولية لاعب ومدير فني الأخطاء الدفعية اللي بتحصل دي مسئولية لاعب ومدير فني التمريرات الخطئة اللي بالجملة اللي بالجملة في النادي الأهلي دلوقتي اللي مش عارفة تمرر الكرة البعض ده فيه كرة في الديئة أظن 91 كرة ثابتة فاول فاول الكرة وقفة على الأرض بتتبصى غلط للجمبه بتتبصى غلط ففيه مشكلة في التمريرات طيب دي مشكلة مين لاعب ومدرب هتقول لي لأ ما هو يعني هو هيعلمهم كرة آه يعلمهم كرة هو ليه بيب جورديولا بيب جورديولا هو ليه اللاعب مثلا اللي بيلعب مع بيب جورديولا مختلف عن كل اللاعبين في العالم هو يعني برناندو سيلفا ولا كيفين دي بروين ولا خيسوس ولا أي لعب موجود في مانشستر سيتي كان بيلعب بنفس الأداء دوت بره مانشستر سيتي لأ طيب لو اللاعبة دي مثلا زي ستونز مثلا ولا لابورت لو كانوا بيلعبوا في مانشستر وينايتد كانوا هيلعبوا بنفس الجودة اللي بيعوا بيها مع مانشستر سيتي لأ ليه؟ عشان هو عنده إمكانيات بس المدرب اللي بيطورها المدرب اللي بيشتغل عليها بصمة المدرب بتبنى على اللاعب وقت مانويل جوزيه ودائما المقارنة موجودة بين بيتسو موسيماني ومانويل جوزيه عشان اللي اتنين حققه ونجاحات كبيرة وعريضة مع النادي الأهلي بس وقت مانويل جوزيه كنت بتسمع لعيبة النادي الأهلي وهي بتقولك كان بيعلمنا ازاي نستلم ونسلم نباصي نشوط الكرة ازاي عجون انا اسمعت مرة كابتر عماد ميتاب وبيقولك ازاي لما كنتكوها بتبقى عرضية ازاي بيوجهها بدماغه ده كان تعليم منويل جوزيه المدرب مش بيحط تاكتك وبس مش بيحط تشكيل وبس بيعلم اللاعب كمان ما نتصوره نحنه انها اساسيات كرة القدم يعلمه مفيش مشكلة يعلمه لناقص عنده كلنا عندها نواقص في شغلنا علمه مفيش مشكلة ده ما بيحصلش او مش شايفينه او ممكن يكون بيحصل بس مش منور عشان كده في مشكلة بيتسو موسيماني لابد ان يتدرجها سريعا في نفسه اولا وبعد كده في الفريق مرة اخرى ومرة الف الناس بتمسك يقولك ايه الحق بيقوله بيتسو موسيماني مدرب فاشل ابدا حاشا حاشا لله اكيد مدرب ناجح واجيد مدرب كبير واكيد هو افضل مدرب في القارة الافريقية حاليا اكيد بس ده مش معناه ان احنا لما هو الراجل هيغلط او يبقى عنده مشاكل في طريقة اللعب او في التشكيل او في الخطة نقول برضو ده هو اكبر مدرب فما ينفعش انتقاده ده مش صح في مشاكل في النادي الاهلي ونقلع على النادي الاهلي تحديدا عشان البطول الافريقية تحديدا عشان البطول الافريقية طبعا في الدوري نزيف نقاط متتالية والمنافسة تقترب بينه وبين الزمالك جدا فرق النقاط بيقل جدا خلاص الاهل لما هيخلص مؤجلاته هيبقى فرق نقطة بينه وبين نادي الزمالك لو خسر اليوم كان هتساوى مع نادي الزمالك انت بتنافس على الدوري وبالتالي فجدان النقاط بسهولة بسهولة في الفترة دي هتخسرك الدوري في الاخر زي ما حصل السنة اللي فاتت والزمالك نجح ببراعة شديدة انه يحقق انتصارات متتالية الموسم الماضي زي ما هو الزمالك دلوقتي بيحقق انتصارات متتالية مع جوسفالدو فريرا مدرب قدر بسرعة يلم الفرقة واشتغل عليها قموما النهاردة لازم الاول نهاني السيراميك للوباترة وبالنسبة للنادي الاهلي نحب جدا انه يركز اوي اوي من دلوقتي في مباراة وفاكستيف خسارة جديدة في خاطة دفاع النادي الاهلي النهاردة للأسف قبل مواجهة وفاكستيف محمد عبد المعلم خرج من المباراة ومصابت عارفين بدر بنون ورام ربيعة ومحمود متولي اصابات في خاطة دفاع النادي الاهلي وبالتالي دلوقتي ما فيش غير ياسر ابراهيم ويه ايمن اشرف في خط الدفاع يعني قوام النادي الاهلي مليان لعيبة يعني بس واقف عند فكرة انه الارهاق والامور البدنية وضغط المباراة قوام النادي الاهلي هو اكتر فريق في الدول المصري عنده قوام شبه متكامل شبه متكامل تقدر تعمل التدوير بشكل اني انت عايزه لكن النهاردة لما تيجي تشوف ميكي سوني مش جاهز لما تيجي تشوف محمد محمود مش جاهز لما تيجي تشوف كريم فؤاد مش جاهز لما تيجي تشوف محمود وحيد مش جاهز ما دي اللعيبة اللي المفروض اصلا لعيبة كبيرة مش جاهزة مش جاهزة ليه؟ ده شغل مدير فني وجهز فني عشان تقدر تعمل التدوير تبقى لعيبة كلها جاهزة وبتشتغل بشكل كويس عموما دي مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي خلصت واحد واحد نهاردة الاتحاد اسكندري مع الكابتن عماد النحاس او الفوز للكابتن عماد النحاس مع الاتحاد فاز اليوم بنساة كبيرة على غزل المحلة 3-0 مبوروله الهدف الاول في ديئة 40 وفي ديئة 73 بين يمين بوطنج يضيف الهدف الثاني للاتحاد وفوز الحناوي يضيف الهدف الثالث في ديئة 79 اما الاسماعيلي فخسارة اخرى جديدة في الدوري الممتاز خسارة كبيرة وخسارة مش مفهومة والاسماعيلي يواصل السكوت هدف لطلاع الجيش 1-0 امام الاسماعيلي هدف الجيش سجله احمد سمير في ديئة 59 ده بالنسبة لمباريات الدول اليوم والاسماعيلي بصراحة غريب الاسماعيلي نتائجه سلبية الاسماعيلي في وضع كارثي الاسماعيلي في وضع كارثي الاسماعيلي في وضع صعب جدا في جدول ترتيب الدولي الممتاز متساربوش لو شوفت الاسماعيلي بالمنظر ده بالنتائج ديئة ساقط الى دولة درجة الثانية في صدمة كبيرة لكل مشجع الكرة المصرية لو حصل نتائج متردية للغاية ندعم الاسماعيلي نحب الاسماعيلي ولكن هو في النهاية وفي البداية منافس في الدولي الممتاز واي فريق يجتهد وبيشتغل وبيكسب نسنده ونشجعه اسماعيلي ما يعرفش مصلحته غير اللي بيشتغلوا فيه غير جماهيره وبصراحة جماهيره اكتر بالتأكيد جماهيره اكتر تصرحات بيتسو مسماني بعد مباراة الاهلي والصينامية كروباترا قال كان عندنا صعوبة في تسجيل الاهداف الفترة الماضية السهل ان احنا نقول الحقيقة باننا عدنا عجز تهديفي ولكن يجب علينا تحليل الاسباب يا ريت قال مباراة اليوم كانت نسخة من مباراة طلاع الجيش وقال الفرق بتدافع بقوة امامنا يدافعون بست لعبين امامنا وكمان اضاف انه خلقنا فرص كثيرة وسجلنا هدف اليوم خلقنا فرص كثيرة ولم نسجل باستثناء ضربة الجزاء لكن سنقوم بحل هذه المشاكل قال ان المباراة الماضية لم تكن مشكلة الاداء السلبي هي خلقنا لالفرص وقال انا لا اهرب من المشكلة واعترف باننا لدينا مشكلة في تسجيل الاهداف قال ان الدوري لا يزال في الملعب واعلم اننا نخسر نقاط وانا كمدرم محترف واعلم اننا نخسر وقلت لكم من قبل يجب ان تسكو في الفريق وقلت هذا قبل مباراة رجاء في المغرب ونجحنا في التأهل في النهاية وسجلنا داخل مصر وخارجها حلو حلو ان بيتسو مسماني النهاردة يعترف بالمشاكل وحلو ان بيتسو مسماني بيقول انه هيددارك هزي المشاكل وعيحل هزي المشاكل وده اللي كنت لسه بقوله حالا لحقوق قبل ما اقرأ التصراحات تصراحات دي لسه ايه لها حالا دلوقتي في المؤتمر الصحفي مهم انت كمدرب انك تمسك المشاكل وتعالجها مهم جدا يا جماعة بصوا انا بتكلم على مشاجعين نادي الاهلي اللي بيحبوا فرقتهم وبيحبوا اي حد فرقتهم مدرب لاعب ويدفع عنه في السراء والضراء ده مشاجع الكورة بس ده ما بيعالجش اللي بيعالج ان انت تشاور وتقوله لا انت غلطان لا انت عندك مشكلة احنا بنحب فرقتنا وبنحب نادينا بس انت عندك مشكلة حلها لنا مش نقوله لا انت بربع عليك والامور كويسة واحنا حتى لما منيجي نخسر امطش او مطشين او نتعادل ممكن يبقى دابل الحكم بس احنا ما عندناش مشكلة ده مش مزبوط ممكن وارد وارد ان الاهلي يعني لم يوفق الحكم في قرار تحكيم لصالحه والعكس صحيح وارد ده يحصل في مبرايط وممكن الاهل يخسر نقاط بسبب التحكيم بس المهم انت بقى وانت تنتقد التحكيم ويبقى حقك ممكن يبقى حقك انك تشوف مشاكلك ما تفتكرش ان ان انت مشاكل عشان هو مجرد ضرب الجزاء ما تحسبتش او هدف ما تحسبش لأ ممكن يبقى عندك مشاكل حلها وتكلم كمان في نفس التوقيت عن اي مشاكل تحكيمية حقك بكل تأكيد لسه بكملين مع حضراتكم هذه الحلقة من رقم 10 بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله اعلم بحضراتكم مرة اخرى اليوم في الدولة الانجليزي الممتاز ليفربول حقق فوز غالي جدا على نيوكاسل خارج ملعب ليفربول 1-0 هدف لي نبي كايتا وبرنلي فاز 2-1 على واتفورد والفر هابتون خسر من برايتون 3-0 وكريستبالس فاز 2-1 على ساوس هامتون وأستون فيلا فاز على نورت سيتي 2-0 اللي هبط رسميا نورت سيتي اليوم من الدولة الانجليزي الممتاز ومانشستر سيتي كالعادة كاسح في نتائجه فاز على ليدز يونيتد 4-0 في وجود كيفين دي براين ورياض محرس وبرنانو سيلفا على دكة البودلاء والمنافسة ما زالت قائمة وبقوة حتى الرمق الاخير بين ليفربول ومانشستر سيتي النهاردة بيب جارديرا بعد المباراة قال احنا مش حمل خسارة خسارة نقطة واحدة بالنسبة لنا معناها انه الدوري راح لليفربول وبالتالي هم مصممين وليفربول متمسك بالامل والفرصة فرق نقطة واحدة عن منشستر سيتي وارد جدا اي فريق فيهم في النهاية هو اللي يحسم لقب الدوري الانجليزي من لقب الدوري الانجليزي الى لقب الدوري الاسباني وريال مدريد بطل الدوري الاسباني اليوم للمرة 35 في تاريخه فاز على اسبانيول في مباراة رائعة وممتعة جدا اليوم 4-0 عشان يحسم رسميا لقب الدوري الاسباني موسم 2021 2022 في هذا الدوري لعب ريال مدريد 34 مباراة فاز في 25 وتعادل في 6 وخسر في 3 وسجل 73 هدف واستقبل 29 وحتى الان 81 نقطة نجم الدوري الاول اهم لاعب في ريال مدريد هذا الموسم اللاعب الرائع الاعجازي عام الموسم تاريخي كريم بن زيمة له الفضل الاول في هذا اللقب وي انشلوتي قال له انشلوتي المدير الفني الايطالي الكبير هو الان اول مدرب في تاريخ اوروبا في تاريخ العالم يحقق لقب الدوري لقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى اول مدرب في العالم تنكلم على الاسباني على الايطالي على الفرنسي على الانجليزي الاسباني والايطالي وي الفرنسي والانجليزي والاسباني هاي معيد مبارات الاحد ان شاء الله واحد مايو الدوري المصري الجولة 17 الجونة هيواجه بيراميز الساعة 9 ونص واسترن هيواجه الزمالك الساعة 9 ونص المصري البرسعيدي هيواجه المكورة العرب الساعة 9 ونص ايضا مباريات في منطقة القوة ليلة العيد مباريات ممتعة ان شاء الله في الدورة الانجليزي الممتاز توتنهام الساعة 3 هيواجه ليستر سيتي وابرتون الساعة 3 ايضا هيواجه تشيلسي ووستهام امام ارسنل الساعة 5 ونص وفي الدوري الاسباني الجولة 34 الشي هيواجه اساسونا الساعة 2 غرناطا هيواجه سيلتا فيجو الساعة 4 ورب ورايو بايكانو هيواجه ريالس وسداد الساعة 6 ونص برشلونة قدام مايوركا الساعة 9 مساء دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الان اشتركوا في القناة